قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن مصر تسلمت كشفا بأسماء 13 محتجزا بقطاع غزة و39 فلسطينيا معتقلا في السجود الإسرائيلية من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم وأكد رئيس الهيئة العامة الاستعلامات توجد اتصالات مصرية مكثفة حاليا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتواصل إلى إطلاق عدد أكبر من الأسرة الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة موضحا استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة المؤقتة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة وأشار رشوان إلى إدخال 200 شاحنة مساعدات خلال اليوم الأول من الهدنة وسيارتي إسعاف من حامل صندوق تحيا مصر فضلا عن إدخال عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة كما جرى استقبال عدد من المصابين وأكد رئيس الهيئة العامة الاستعلامات نجاح اليوم الأول من الهدنة سواء بالوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة أو بإتمام عملية تبدل الأسرة والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل